هوريكم فكرة حلوة قوي تعملوا بيها الرفلكشن وممكن وهسيبكوا تفكروا تعملوا بيها ايه تاني مبدئيا انا هرفع السينما بعيد وهديكم فكرة عن الحاجتين اللي احنا نعمل اول حاجة هنتعلم ازاي نعمل الرفلكشن ازاي دي ازاي نخلي الرفلكشن بالطريقة دي ومش هنعتمد على حاجة جهزة احنا مش هنعتمد على حاجة جهزة احنا هنكريت الخامة بتاعة الاتش دي ار اي اللي هتتحطة على السكان يعني الخامة اللي عاملة الرفلكشنز دي تمام دي احنا هنعملها بادينا ونعرف ازاي نطلحها من جوه السينما ونرجع ناخدها للسينما تاني يبقى احنا كسبنا خامة اتش دي ار اي خفيفة رفلكشن قوي رندر اسرع مية مرة تمام ادي اول حاجة هنشتغل عليها مش عارف الصورة زهرة عند الكل ولا مش زهرة تمام جميل طيب دي كده هو انا اصلا مش عارف دي ايه فيعني ماشي يعني انا اساسا وانا لما عملتها بعد ما طلع الشكل ده انا مش عارف دي ايه لكن على كل حال هي الاصل منها تكنيك حلوة اوي نقفل دي واللي كنت بتكلم عليه من شوية فحاجة زي دي تمام زي ما انتوا شايفين دي طبعا جوه السينما الكورة دي او الجسم ده ده جوه السينما انا ما اعتقدش ابدا انه باين انه محطوط جوه الصورة الصورة دي على فكرة اصلها اهو تمام يعني الصورة اللي محطوط فيها البتاع دي اصلها فاضية زي ما انتشوفتو دلوقت الخامة اللي انا حاطتها على الكورة دي اللي عامل فيها الرياليتي ده ومبين ان هي كأنها جوه المشهد بالزبط الامبنت اكولوجين بس على فكرة على الرغم من ان دي بسيطة اللي انك انت ممكن تاخد فيها رندر في الفريم الواحد ده لو انت عامل انيميشن مش اقل من ديقتين طبعا ديقتين في ميت فريم يعني انت هتاخد قد ايه متين دقيقة فوق الساعتين تمام بالتكنيك اللي احنا هنعمله ده يعني انتوا جربوه هتنزل من الساعتين ده لو انت عامل انيميشن هتنزل من الساعتين لعشر دقايق تمام نبدأ نشتغل نبدأ نشتغل اول حاجة نشوف البتوق اللي انا عملتهم اللي عليهم دول ايه تعالوا نروح الاول ليه نروح لديس بيلي بس هنزل الشيات عشان عارف اشوفكم هروح الاول لديس بيلي واعمل انهانس اوبن جي ال الاوبشن ده ده علشان تنشط الجي بيو بتاع كارت الشاشة او بمعنى انك انت تبدأ تعتمد على البروسيسور بتاع كارت الشاشة فعملية الرندرنج جوه الفيو بورت فتخف الحمل شوية من على الرام والبروسيسور الاساسيين بتوع الجهاز بتاعك تمام طبعا كل ما بقى كارت الشاشة اعلى كل ما تبقى العملية ده اسرع فانا هقول له انهانس اوبن جي ال ولو اني مش بحتاجها قوي بس عشان نخف الدنيا شوية وهروح بعد كده من فيلتر لو انتم لاحظين ان انا ما عنديش الجريد اللي هو الشبكة اللي موجودة جوه الفيو بورت فهروح لفلتر واقول له جريد طبعا فلتر دي بتشيي حاجات كتير قوي يعني ان لو قلت له جريد هرجع الجريد مرة تانية عايز اشيله زي ما هنشيله دلوقتي في وسط الدزاين هنرجع لفلتر تاني ونضغط على نعمل تيك على الجريد عشان نشيل الجريد طيب احنا عايزين دلوقتي نعمل جوه السينما خامة HDRI واللي اللي ما يعرفش يعني ايه خامة HDRI هي خامة بتتحط على السكاي في السينما علشان تدي ريفليكشن طبيعي او ناتشرال ريفليكشن متفقين كده ولا محتاجة توضيح شكلنا متفقين طيب نروح ننزل سفير كورة تمام نروح ننزل كورة ممكن نزود السيجمنت شوية ايا مش هتفرق معايا ومش هيفرق معايا الموضوع الكورة دي هروح اعمل عليها خامة هشيل الكور واشيل سبيكولر فكرة فكرة اللي انا عايز اعمله ايه انا عايز احط شوية مجسمات حوالين الكورة شوية مجسمات حوالين الكورة ممكن بلون واحد او بالوان مختلفة طبعا المجسمات لما هتتحط على الكورة هتنعكس على ايه عليها تمام طيب ليه انا جبت كورة وما جبتش مكعب يعني ليه انا جبت كورة ما جبتش مكعب ما جبتش كون ما جبتش ايه حاجة تانية لان لما المجسمات هتنعكس على الكورة هتنعكس بزاوية 360 درجة ومتساوية على عكس المكعب تمام على عكس المكعب فاللي انا عايز اعمله دلوقتي عايز احط شوية اوبجيكتات اي حاجة حوالين الكورة وبعد كده بالضبط وبعد كده زي ما تقولوا كده هعمل سيف للانعكاس اللي على الكورة هعمل سيف للانعكاس اللي على الكورة بمعنى اضق هعمل سيف لقناة الانعكاس بتاعت الخامة بتاعت الكورة زي ما انتوا شايفين انا عملت خامة شلت الكورة وشلت كل حاجة وبقت مين الرفليكشن بس انا عايز الرفليكشن بس تمام اقفل دي واجي بعد كده انا مش هحط دي دي الوقت اجي بعد كده على فكرة دي براحتكم اعمل اي اوبجيكتس حوالين الكورة اي حاجة على سبيل المثال تعالوا مثلا نروح نحط بلين ونخلي البلين ده صغير كده مثلا وممكن نعمل تكرار للبلين ده نروح للمجراف نروح لكلونر طبعا أعتقد الحاجات دي عدت عليكم في السبع محاضرات بتوع السينما فردي نروح للكلونر الكلونر عبارة عن أجيبالكم العرب إزاي هقول إيه مكرر يعني لما جسم يتحط جوابي يكرروا هاخد البلاين أحط جوا الكلونر مجرد ما أحط الكلونر جوا هيديني لينير دبلي كات أو لينير كلوننج طبعا أنا مش عايز لينير لينير يعني اتجاه خطي يا يمين يا شمال يا فوق يا تحت تمام يا وراء يا قدام ماشي كده انا عايز لينير بعد كده بس انا مش عايز لينير كده انا في حالتنا انا اخلي الواي بزيرو وزود اكس بحيث اخليه بالمنظر ده كده فيه بس حاجة انا عايز بدل معمل روتيت للبلين هروح للبلين واروح للوريانتيشن اوريانتيشن اللي اتجاهه على فكرة لما تشوفوا اي مجسم في السينما فيه خاصية الوريانتيشن دي بتحل محل الروتيشن بس مع عدم اختلاف محاور الجسم بمعنى ان انا لو رحت الوريانتيشن وقلت له زد خدتوا بالكو ايه اللي حصل وقف صح وقف كده طب لو انا رجعت خليته كده اه اه هو كان كان كده خلاص انا رجعت خليته كده طب تاني تاني انا خليته كده حد فيكو يعرف يقول لي المحاور الاكس فين والواي فين والزد فين عشان انا ابقى متأكد بس ان كلكم اخدين بالكو تمام زي ما هي كلكم شايفين يا زي ما هي تمام ما تغيرتش مختلف مختلف طب يا استاذ محمد يعني فصر لي هو مختلف المحاور فين استاذ محمد ابعزيز هو انا والناس كلها شايفين ان هو ما تغيرش انت حضرتك شايف انه اختلف فين بقى هو مين ده يا استاذ محمد يا استاذ محمد انا بتكلم على المحاور اللي هي الاكس والواي والزد هل دلوقتي اتجاه الاكس واتجاه الاي واتجاه الزد اتغير ايوا بس انا بتكلم على المحاور يعني لا اكس والواي ولا زد اتغير تمام الله ينور عليك ماشا يا جماعة كده المحاور ما تغيرتش اكس في مكانه واي في مكانه زد في مكانه والبلان هو اللي اتغير بدون اختلاف في المحاور ده دي من orientation طيب لو انا رجعت للوضع الطبيعي اللي هو واي مبدل ما انا اعمل orientation امترايح عامل روتيت ايه اللي حصل ايه اللي حصل البلان طبعا ما الكوش داعه بالكلونر هو مفروض ان نعمل روتيت للكلونر البلان اتقلب والمحاور اتغيرت بقى الواي هو الزد والزد هو الواي والاكس زي ما هو اذا ميزت ميزت اي object في الوريانتيشن ان انا اقدر ان انا اغير اتجاهه بدون ما اخلف محاور الحركة ودي مهمة جدا لو انا بشتغل animation ماشا جماعة طيب نرجع control اا زد نرجع للكلونر اا مرة تانية وارجع ازود الاكس بس كده تمام وارجع للبلان واخلي المحور بالمنظر ده طبعا انا بس عايز اصخر البلان ده شوية حاجة بالشكل ده كده واجي على الكلونر اقل بس المسافة على الاكس وازود العدد بتاع الكلونز بالمنظر ده همسك بقى الكلونر ده وارجعه لورا كده طبعا ازبط من الدنيا كلها كده مثلا باخده لورا طلعه فوق يعني يبقى حاجة بالمنظر ده ممكن كمان انا اعمله روتيت وطلعه كده مثلا ده مثلا حاجة ممكن حاجة تانية ممكن اعمل دابل كيت امسك كنترول والكلونر واعمله دابل كيت وبدل ما هو بلين احط مثلا وليكن ديسك ديسك ده سطوانا اخد الديسك جوه الكلونر واشيل البلاي امسك الكلونر ده واخده كده مسلا حاجة مسلا بالشكل ده حاجة مسلا كده ممكن نيجي نعمل كمان طبعا حط اللي انت عايزه على فكرة اللي انا بعمله ده برحتك اعمل زي ما انت عايز المهم رصه اوبجيكتات كتير حوالين اللي سفير ماشي هننزل عشان نعمل تكرار واخد الديسكة حطه جوه الري وارفع الري دي لفوق كده مسلا واقلل الكتر بتاعها والديسك ده اقلل طبعا زي ما انت حابب تعمل اعمل برحتك ماشي برضه نحطها كده اهم نيجي مسلا نحط هنا قولتكن كبيرة حبتين قطأ مسلا هنا كده مسلا ممكن ناخد القرية دي نعمل له دوبلي كيت وناخدها على فين نجيبها على عندنا احنا كده ونلفها كده مثلا طبعا انا عايز احوط السفير من كل ناحية يعني من كل ناحية عايزة ايه احط حاجة ممكن الناحية التانية اجيب واخده كده مثلا والفه كده يعني انت براحتك اعمل اللي انت عايزه ماشي كده جماعة لكلونر الكلونر ده والفه او اجيبه كده اهو ولفه دسعين درجة واخده علي انا كده وطلعه فوق ماشي اه هاجي على الكلونر ده وامسك البلين بتاعه واقلل البلين حبه كده بحيث يبقى بارع مربعات صغيرة وهقلب اللينير اخليه مثلا جريد اري جريد اري هينشرهولي بالشكل ده كده هخلي على اه الزد الزد عايز واحد بس عشان عايز زي الحيطة كده تمام واكبر كده شوية واقلل كده شوية ازود عدد الكوبز تمام بالمنظر ده كده الشكل ده والفه حبة بالمنظر ده وارفعها اهو اخليها جد المهم ان انا احوط الكورة باي عدد يعجبك من الابجيكس اي عدد انت عايزه طيب نيجي بعد كده بقى نعمل خامة تانية ودبل كليك هشيل كل حاجة برضه من الخامة وابقى مين بقى ابقى اللومينانس ليه لان انا عايز اخلي الاجسام دي كلها كانها لايتس كانها اضواء تمام بحيث انها هتنعكس اوي زي المراية على الكورة طيب هعمل لومينانس طبعا هتبقى بيضة اوي كده طبعا البرايتنس شوف لو انت عايز خامة الاتشيار اي تكون منورة اوي عالي البرائتنس بتاعت اللومنانس عايزها يعني كويسة كده خلي الكويمة دي عالية بس مش قوي يعني مثلا خليها بتاع 250 ولا حاجة خلي اللومنانس او الاشعاع الاشعاع 250 اقفل دلوقتي بقى اللي هيحصل كالقاتي هاخد دي احطها على البلين ده وكنترول واسحب احطها على السفير على الري على الري اللي بعدها على الكلونر على الكلونر على الكلونر اخر واحدة اللي هي السفير الاصلية بتاعتنا احنا السفير الاصلية بتاعتنا اللي موجودة في النص تمام دي هنحط عليها خامة الرفليكشن ليه لان انا عايز اخد اللي هينعكس عليها وسيفه كصورة HDRI واضحت كده ايه اللي انا عايز اوصله من الصبح حد معايا يا شباب تمام هسحب بقى الخامة دي احطها على السفير هسحب الخامة دي احطها على السفير طيب ننتبه قوي للحطة اللي جاية يمكن الحاكتين اللي هقولهم مش ناس كتير يعرفوهم او ما بصراحة هقوم بالتجربة بامان يعني يعني مش ناس كتير يعرفوهم ويمكن اللي يعرفوهم ما بيستغلوهمش في حاكتين في السينما اسموهم بيك بي اي كي اي اسموهم بيك واحدة بيك اوبجيكت والتانية بيك ماتيريال بيك اوبجيكت و بيك ماتيريال ايه بقى الفرق بين اللي اتنين بيك اوبجيكت او بيك ماتيريال نقول دلوقت هاجي على السفير دي ورايت كليك واقول له سينما فور دي تاجز واقول له بيك تيكتشر اهي حد فيكم شايفها بيك تيكتشر لو ضغطت على بيك تيكتشر ده فايدته ايه فايدته انه بيسيف قناة معينة من خامة معينة كصورة وده اللي انا عايزه انا عايز اعمل سيف للقناة بتاعت الريفليكشن كخامة اتش ديار اي صح ولا طيب نيجي على دي طبعا هقول له الفورميت بتاعي طبعا اول حاجة الفايل نيم اضغط كده وسيف المكان اللي انت عايزه وليكن نسميها مثلا سي فور دي ونعمل سيف بعد كده بعد كده بيقول لك الفورميت انت عايز سيف الخامة دي كايه طبعا انا عايز سيفها كايه اتش ديار اي اهي راديانس راديانس اتش دي ار اي اضغط على راديانس اتش دي ار اي تمام طبعا عشان يبقى الخامة دكتها عالي قوي زود الويتس والهايد زود الويتس وزود الهايد يعني مثلا خليها الف اربعة وعشرين في مثلا الف اربعة وعشرين الفين تمانية وربعين وانت طالع يعني كل ما تزود كل ما تحسن بعد كده في الابشنز دي اللي مهمة قوي بيقول لك هو انت عايز تسيف ايه بالزبط من الماتيريال دي هل انت عايز تطلع الكالر ولا البنب كسورة ولا 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 انا عايز اطلع مين الرفليكشن يعني عايز اطلع شكل الخامة دي بعد ما يتعمل عليها ريفليكشن هعمل ريفليكشن تمام وتعالوا نعمل كده بريفيو قبل ما نعمل بيكنج للماتيريال بريفيو يعني اشوف مظبوطة مش مظبوطة اعدل مش اعدل تمام اضغط على بريفيو شفتوا شكل الخامة يطلع عمل ازاي ده شكل الـ HDRI اللي هتطلع ده هو شكل الـ HDRI اللي هتطلع طيب ما تيجو من زاوية تانية كده ونشوف يمكن يطلع تطلع حاجة احسن نعمل بريفيو تاني طب ديليت بريفيو هي هيها نفس الخامة طيب تعالوا نغير شوية ممكن ناخد لا مش الاسفير ممكن ناخد الـ دي اه ممكن ناخدها كده شوية وكده شوية حسنا نغير شوية فيها نرجع للـ او الـ اقول له ديليت وقول له بريفيو تاني اهو كده بقى في انتشار احسن تمام لغاية ما تعجبك لغاية ما تعجبك تقوم عامل بيك بس انا عايز اوريكو حاجة صغيرة كمان الخامة دي طلع كويسة وكل حاجة واتعملها شغل كويس اوي لكن فرضا انا عايز اطلع الـ ما هواش حد الحواف زي ما انتو شايفين كده يعني الـ فرضا انا عايز اطلع الخامة دي بقى فيها بلر بحيس لما اعمل الـ على اي جسم او استغلها كخامة ما يبنش دي ايه سهل اوي انت بتعمل بيكينج المين للريفليكشن صح بتاع الماتيريال دي وتروح للريفليكشن وتقول له بلرينس وليكن مثلا بخمسة خلي بالك ان البرينس في السينما يعني عالي شوي ممكن اقول له مثلا وليكن عشرين تمام شفتوا الـ 4 عامل ازاي شفت شكله عامل ازاي كده دلوقت هو انا حسس انه كن لكو طلعتو تمام ماشي بالزبط خلاص هو البر كده عشرين انا عايز اخليه مثلا وليكن اتناشر ولا حاجة بحيس ما يبقاش البر عالي اوي خلاص طبعا لو انت لو احنا عايزين نخلي البر عالي اوي 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 خلي الـ الاكوراسي او الكفاءة بمية في المية هيبقى البر اعلى من كده الماكسيموم سامبلز كل ما بتعلى كل ما البر بيبقى الحساسية بتاعته او السنستيفيتي بتاعته بتبقى اعلى هقول له امتين ستة وخمسين مسلا تمام وبعد كده نقفل ونرجع نعمل بيك تاني للماتيريا دليت بريفيو تمام نيجي برضو كمان نروح للومينانس بس اللومينانس ما فيهاش بلر لومينانس ما فيهاش بلر انا اعتقد اعتقد والله اعلم ان احنا ما عندناش بلر ما عندناش هنا بلر طيب ما علينا خلاص نرجع للبيك تاني دليت بريفيو تمام انت زبطت حالك بعد ما تخلصت ونضغط على كلمة بيك نضغط على كلمة بيك متيريال لو ضغطنا على بيك هنستنى شوية خلاص هنلاقي عمل بيكينج وسيفها لك فين في المكان اللي انت اخترته لو انا طلعت السينما فوردي فوق خلاص لو خدتوا بالكم الايكونة دي هتلاقوها c4dreflection.hdri وصلت كده يبقى انا كده عملت اكستراكت او خدت او فصلت القناة بتاع reflection من خامة وسيفتها قصورة تمام تمام نجي بقى نخش ليه السينما نفسها طبعا خلاص كل الفيلم ده انا مش عايزه كل القصة دي بقى خلاص انا مش عايزه هنروح نعمل close هنقفل الكلام ده كله خالص ونروح ناخد سفير تكون كبيرة كده مثلا نخلي بس output full hd ونعمل filter واقول له grid عشان يشلي ال grid ده اجي بعد كده ممكن ان انا ايه اجيب كرة تانية واخدها مثلا كده شوية واصغرها حابتين واخد السفير دي نسميها small واخد موجراف cloner object وحط ال small دي جوة coroner object بحيث ان انا اقررها كذا مرة واجي على linear تمام اجي على linear اقول له وليكن مثلا object في الحالة دي انا هكرر الاسفير دي على object او على vertex او على faces بتاعة object الاول لازم اخلي الاسفير دي اضغط حرف c عشان تبقى editable واروح لكلونر واخد السفير دي احطها هنا وبالشكل ده وبالشكل ده هتلاقوا ان الكورة الصغيرة اتكررت على على مين على الاسفير طبعا انا الاسمول دي انا هخلي الكتر بتاعها صغير شوية خليها وليكن 20 عشان تبقى بالشكل ده كده غير كده كمان هروح للكلونر الكلونر بيقول لك هو انت عايز تكرر الكور دي فين تمام طيب اه انا كنت في لغاية فين اه اه الكلونر بيقرر على او على النقط بيقرر على النقط خلاص انا مش عايز اكرر على النقط انا مش عايز اخلي الكور كلها بالانتشار ده انا هروح على الموت بدل ما انا هخليه فيرتكس هخليه وليكن مثلا surface او volume بحيث يديه بس شوية تكرارات عشوائية بالشكل ده كده ممكن بقى السيد لو انا لعبت في السيد اكرر يعني ممكن الحيوة البتاع دي والكون طبعا ده العدد تمام بالمنظر ده كده اه ممكن ااخد اه ممكن ااخد كمان اه سفير مثلا بصغرها برضو شوية كمان سفير تانية واخد كلونر تاني واحط السفير دي جوه الكلونر وخلي المرة دي المود اخليه grid array بحيث يبقى شبكة واوسع المسافات اوي 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 بينهم وبعض لاننا عايز مسافات واسعة وكبيرة الى حد ما وازود الcount تمام بالمنظر ده كده واحلى حاجة بقى اقوله render instances render instances بتخف الرندر لأقل أقل 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 وقت ممكن نفس القصة هنا render instances تمام نيجي بعد كده للكلونر ده اللي هو بتاع السفير او بتاع الكلونر اللي بره او على رأي اسماء الفقاقيع اللي بره هروح لمو جراف وهقوله هو راح فين ال random effector هقوله random effector random effector فايدته اننا لما بنزلوا على مو جراف اوبجيكت بيعمل تشتيت عشوائي لو انا عملت random effector هلاقي ال play راح ت في كل في كل اتجاه تمام بالشكل ده كده طبعا اقدر اننا اجي هنا اقول له position لو انا عليت ال Y شوية ال Z كده مثلا وممكن اقول له كمان scale واقول له uniform scale واقلل scale شوية كده بحيس يديني كبير صغير مش عارف ايه الكلام ده كله. ممكن ازود العدد شوية لو جيت في اللي هو اللي فوق ده وزودت دي واحدة بس كفاية. محدش يستقل بيها واحدة بس كفاية. وزبك كده حبة. تمام. ممكن أعلي الواي شوية بالشكل ده بعد كده بقى خلاص كل ما أنا هعمله إن أنا همرايح حاطة سكاي تمام طيب نيجي بعد كده نحضر حاجة حلوة ونعمل خامة وناخد الكالر ونروح على ممكن تيكتشر ومن تيكتشر نحط فرنل أحلى حاجة في الفرنل ده طب حد فيكو يفتكر إيه الفرق بين الفرنل و الجرادينت سؤال امتحان خفيف كده أنا كنت قلته في أول محاضرة حد فيكو يفتكر إيه الفرق بين الفرنل و الجرادينت ميزة الفرنل أو فرق الفرنل عن الجرادينت إن لو أنت حاطت كاميرا في المشهد بتاعك ولفت بالكاميرا الجزء اللي قدامك ده هو اللي هيفضل قدامك بمعنى إن الفرنل بيحافظ على اتجاه التيكتشر بالنسبة للكاميرا أو بيحافظ على اتجاه الخامة بالنسبة للكاميرا أما جرادينت العكس لو أنا حاطت لون وبيتدرك للون تاني لو لفت بالكاميرا هليفي في اتجاه اللون التاني هلاقي الخامة تغيرت عكس الفرنل اتفقنا ولا مو اتفقنا اتفقنا طيب نيجي على الفرنل ده أنا طبعا في عندي عقدة ما بحبش اللي سود قوي ولا بحب اللي أبيض قوي هضغط على الفرنل واضغط وخلي ده يدوب مش 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 اسود وده يبقى واخد الأبيض الرمادي حاب لو خدنا بيننا الفرنل بيعمل بيعمل شفتو عامل ازاي شايفين النطق او العقدة دي شفتو اللايت عامل ازاي ولو أنا جيت خليت السفير دي خليتها نطق او عقدة حبان بالشكل ده تمام اذا الفرنل تدريجه جميل جدا بعد كده هقول له وقلل الحب تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده وممكن ان انا احط على الرفلكشن احط فرنل تاني عشان يدي بقى الواقعية في الانعكاس زي ما احنا شايفين بالمنظر برضو نفس القصة هخلي ده مش اسود وده مش ابيض تمام بالمنظر ده نيجي على الرفلكشن واقلله شوية او ان انا اعمله مالتيبلاي يكون احسن مالتيبلاي وارفع ده للاخر وابدأ اتحكم من السلايدر ده في الرفلكشن كده بقى انا خدت المستين حفزت على انتشار الرفلكشن وواقعيته وفي نفس الوقت ما خلتش الفرنل فتح لي الخامة قوي فيضيع لي الشكل الاساسي بتاع الخامة بالمنظر ده جميل كل بقى اللي انا هعمله على سبيل المثال خلاص هاجي على الكلونر اللي بره ده او على اللي جوه ماشي واحط دي وعلى السفير نفسها هحط دي برضو وهعمل دابل كيت من الخامة ودابل كليك واجه على كالر واجه على الفرنل ودابل كليك تمام واخلي الفرنل ده وليكن غمق سنة والابيض بتاعه برضو وليكن اغمق سنة تمام بالشكل بحيس بقى فيه واحدة غمق شوية عن التانية والرفلكشن بتاعهم او هعليه شوية واروح للفرنل واقفل الخامة حبة ودي افتحها شوية يبقى انا كده بديت انعكاس او كية متفاوتة للانعكاس اخد دي بقى وحطها على دي طيب فين الخامة اللي احنا عملناها دابل كليك بقى وازاي نستغلها دي هنسميها ريف اختصار ريفليكشن تمام انا مش عارف زهرت عندك ولا لا اه كده ظهرت عندكو ادي الخامة اللي انا لسه حاطتها خلاص هعمل دابل كليك افتح الماتير الاريزور اشيل كالر وشيل سبيكولر وهشتغل على قناة اللومينانس انا دايما بحب ان انا حط خامة الـ HDRi على اللومينانس عشان تبقى جاية بكل التشبع اللوني بتاعها الكالر بيقفلها شوية لومينانس لأ هحط على اللومينانس واجي على التيكتشر اقوله load image واروح اخد مين الخامة بتاعي اللي انا لسه عمل لها picking من المرة اللي فاتت خلاص واقوم اقل له open بالشكل ده شفتوا جاتينا عاملة ازاي عرفتوا يا جماعنا استفدت منها باي طبعا تقدر انت بقى تقعد وانت فاضي اعمل مكتبة بمكتبات اي تي يار اي زي ما انت عايز تمام بعد كده نقفل وناخد الخامة دي نحطها على ال sky ناخد الخامة دي نحطها على ال sky طبعا ال sky دي وانا هوريكو حاجة حلو قوي حد فيكو بيعرف يستغل ال اتنين سكاي جوه البروجيكت اتنين سكاي جوه البروجيكت كل واحدة بوظيفة هقولكو عليه ال sky دي انا عايزها بس لل reflection تمام انا عايز ال sky الاولانية دي تعالوا نسميها ايه تعالوا نسميها ريف لكشن ريف لكشن سكاي نسمي دي ريف لكشن سكاي تمام ونجي نعمل رايت كليك واقول له وسينيما فور دي تاجز كومبوزتينج تاج واقول له ما تخليش الكاميرا تشوف دي بس دي الحاجة الوحيدة اللي هشيلها من ال sky دي خلاص لكن كله يفضل زي ما هو ال sky دي انا عايزها تتشاف من الترانسبرانسي والرفليكشن والرفراكشن والجي اي والريس كل حاجة بس الحاجة الوحيدة اللي مش عايزة ان الكاميرا ما تشوفهاش تمام طب انا عايز احط sky تانية بقى الكاميرا تشوفها بحس تبدي background بيضة تمام هقوم رايح حاطة sky تانية بالمنظر ده ودي هنسميها بي جي سكاي بي جي سكاي وهعمل رايت كليك كومبوزتينج تاج المرة دي انا عايز العكس هضغط على سين باي ريز خلي بالك سين باي ريز هيقفل لاربع دول يعني لا دي الاشعة مش هتشوفها ارتدادات الضوء مش هتشوفها لانعكاس مش هتشوفها فهعمل سين باي ريز افلي ده كله خلاص وهسيب الباقي زي ما هو بالمنظر ده انا استغلت واحدة حطت عليها الرفليكشن واستغلت التانية كباتجراود قبل ما كمل في الخطوة اللي جاي الحتة دي وصلت تماما اه هوقف الجزء ده عشان ابدأ الجزء التاني بتاع المحاضرة عشان ما تبقاش المحاضرة طويلة قوي شكرا